اهلا بكم اولياء الامور مع موقع النزاكر في درس جديد بعنوان مصر والقضية الفلسطينية قضية فلسطين فلسطين من الدول اللي لها اهمية خاصة عن دول العالم كلها بتتميز مجموعة حاجات ايه هي اهمية فلسطين يوجد في فلسطين المسجد الاقصى واسر اليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وولد فيها النبي عيسى عليه السلام ونشأت الحركة الصهيونية اللي اسسها هرتزل في مدينة لندن يبقى في البداية فلسطين لها اهمية عندنا ان فيها المسجد الاقصى اسر اليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد فيها النبي عيسى عليه السلام ثاني حاجة نشأت الحركة الصهيونية الحركة الصهيونية اللي اسسها شخص اسمه هيرتزل اتأسست في مدينة لندن تالت حاجة هنتكلم عنها هو وعد بولفور وده اصدرته بريطانيا او انجلترا بانشاء وطن قومي لليهود سنة 1917 رابع نقطة هنتكلم عنها هو مؤتمر سان ريمو سنة 1920 حيث اعلنت انجلترا الانتداب البريطاني على فلسطين وطبعا بدأت تنفذ وعد بولفور رابع نقطة هي صورة الحاج امين الحسيني سنة 1936 وبعد كده اتقسم الفلسطين سنة 1947 هنتكلم كمان في النهاردة عن الحروب بين اسرائيل والعرب اهم الحروب اللي كانت بين اسرائيل والعرب اول حرب هي حرب فلسطين سنة 1948 اسبابها مساندة الشعب الفلسطيني من بطش وظل اليهود كان نتاج الحرب بالفلسطين هي هزيمة العرب واستلاء اسرائيل على كل فلسطين ما عدا قطاع غزة والضفة الغربية ومنطقة القدس ثاني حرب هو العدوان السلاسي على مصر سنة 1956 سنة 1956 ميلادية شارك في العدوان ثلاث دول رئيسية هي انجلترا وفرنسا واسرائيل ضد مصر كان كل دولة من الدول لها سبب بتشارك ضد مصر من اجله وبمعنى كده ان انجلترا كان لها سبب انجلترا سببها او بتحارب مصر بسبب تأمين شركة قناة السويس احنا امنا شركة قناة السويس فهما ده حاجة مضيقاهم ثاني حاجة مساندة مصر للثورة الجزائرية وده السبب اللي كان مدخل فرنسا فرنسا كانت زعلنا ان احنا بنساندة الجزائر ثالث حاجة عقب مصر صفقة الاصلحة مع الاتحاد السوفيتي وده السبب الرئيسي اللي خلق اسرائيل تحاربنا نتائج العدوان السلاسي على مصر هو فشل العدوان لتدخل الاتحاد السوفيتي مساندا لمصر الحرب اللي بعد كده كانت هي العدوان السلاسي سنة 1967 ميلادية اسبابه تهديد اسرائيل لسوريا فاغلاق اغلاق مصر خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية كان نتائج العدوان ده احتلال اسرائيل غزة وسيناء والجولان والضفة الغربية لنهر الاردن ومدينة القدس رابع حاجة حرب الاستنزاف من سنة 1969 ميلادية لـ 1970 ميلادية اسبابها استنزاف طاقة العدو الاسرائيلي في سيناء كانت الاحداث ان نجحت مصر في بناء حائط السواريخ على الضفة الغربية للقناة لمنع اختراق الطائرات الاسرائيلية للمجال الجو المصري كان نتائج حرب الاستنزاف استشهاد الفريق عبد المنعم رياض تقديم وزير الخارجية الامريكي روجردس مبادرة لوقف اطلاق النار واحلال السلام عبد المنعم رياض هو احد ابطال حرب الاستنزاف وكان رئيس اركان حرب القوات المسلحة واحد الاعمدة الرئيسية اللي اعتمن عليها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تنظيم القوات المسلحة في حرب الاستنزاف يبقى هنا ابني لازم يخرج من الدرس عارف مجموعة نقطة مهمة جدا يعرف اهمية فلسطين عند العرب يعرف ازاي نشأة الحركة السورية يعرف مين اللي اصدر وعد بولفور يعرف ايه هي قرارات مؤتمر سان ريمو يعرف ايه هي اهم السورات او الانتفاضات اللي قامت في فلسطين ويعرف تاريخ تقسيم فلسطين وكذلك يعرف اهم الحروب اللي قامت بين اسرائيل والعرب ويوضح اسبابها ونتيجها ويعرف اهم الشخصيات اللي كانت موجودة في حرب الاستنزاف اللي هو الفريق عبد المنعم رياض لو الدرس عجب حضرتك ياريت تعمل لها لايك وشير وكممنت لصفحة نذاكر على الفيسبوك